تحت رعاية حاملة الصليب الذهبي المقدس الدكتورة باسم السمعان المدير الإقليمي لفضائية نورسات الأردن أقامت رعاية النبي إليا للروم الملكين الكاثوليك في نعور ومرج الحمام بازار الكشافة السنوي الأول حيث ترأس الأب جورش رايح راعي الكنيسة قداسا إلهيا بمعاونة الشماس بول جوري وبحضور النائب الأسقفي العام لمطرنية الروم الملكين الكاثوليك الأب الدكتور بسام شحتيت وعددين من أبناء الرعية والضيوف والكشافة إلى المزيد على مثال الجماعة المسيحية الأولى التي كانت مواضبة على الاجتماع مع الإخوة للاحتفال في الأعياد وتهيئتها بالصلاة وممارسة حياة الشركة ترأس الأب جورش رايحة القداس الإلهي في كنيسة النبي إليا للروم الملكين الكاثوليك مرج الحمام بمعاونة الشماس بول جوري وجوقة الكنيسة بحضور النائب الأسقفي العام للمطرنية الأب بسام شحتيت والدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن ومختار البلدة زياد دبابنه والأمين العام للبجموعات الكشفية الكاثوليكية في الأردن طارقم سلم وأعطاء المجلس الرعوي للكنيسة وسيدات الأخوية وجمعا غفير من أبناء الرعية والضيوف القادمين من عدة رعاية وخلال الصلاة ألقى الأب شريح عظة القداس التي تناول فيها من الكتاب المقدس عن مثل الغني وعن محبة الله التي دائما تظهر لنا في حياتنا اليومية وعن حكمته في اختيار الصالح لأبنائه وحثنا على حملنا لأي صليب يمر في حياتنا فهذه هي تجارب الله لنا وكذلك دائما بفسر اللاهوتيين أن دخول الغني من ثقب الإبري هي ثقب الإبري البوابة رقم 3 على المدينة المقدسة بالقدس اللي كان يحيط فيه الصور البوابة بعد غياب الشمس بتسكر ولكن جو البوابة إذا كنا نتابع مسلسل باب الحارف شوفوا كيف البوابة زي هيك كانوا زمان البوابات ففي بوابة اسمها ثقب الإبري هي هاي البوابة اللي كانوا يخلوها فاتحة للليل اللي بيجي متأخر ومعه قافلة يعني الجمل محمل فكان كيف ده تفوت من الباب كان لابده أن الجمل ينخ بنزل وبنزله كل الحمل وبدفشه الجمل بفوته بدون الحمل وكأنه يسوع بيحكي أنه لن تدخل بوابة ملكوت السماوات إلا إذا نخيت إلا إذا ركعت وشلت أهموم الحياة وكل الكياس المحملها على كتفك وقدرت تدخل ملكوت الله وفي ختام العظى شكر قدسه حاملة الصليب الذهبي المقدس الدكتورة باسم السمعان التي تسعى دائما لخدمة الشباب والنشاطات في كنائس المملكة وعلى رعايتها الكريمة لبزار المجموعة الكشفية في مرج الحمام بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين قداس مباوك من الجميع وبعد القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة على أنغام الموسيقى الكشفية لمجموعات المطرانية في الأردن لقص شريط البزار من ثم تجول الجميع بين أروقة المعرض الميلادي الذي اجتمل على العديد من مستلزمات عيد الميلاد والتحفي والهدايا وقد شكرت السمعان الأب شريحة راعي الكنيسة وأبناء رعية النبي إيلية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وقالت للكشافة أنتم الداعم الأول لكهن الرعية في كل النشطات والمناسبات الرعوية أنتم شباب الكنيسة ومستقبلها والتقت السمعان على هامش البزار أخوية الكنيسة وقيادات الكشافة واتطلعت من قائد المجموعة جوليا قندلفت على سير العمل وعلى احتياجات الحركة الناشئة جديدا وقدمت الدعم اللازم للمجموعة وفي نهاية الاحتفال تبادل الجميع الصور التذكارية في أجواء من الفرح والبهجة